قوات المسلحة المصرية علنت مبارح أنها انتهت من مشروع هوية أسوان البصرية 2022 بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وده تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس خلال زيارته لأسوان في إطار أسبوع الصعيد يا الشمس المواري على الأرض الطيبين يا نيل إجريب بالخل يوم الدين دينا سني عمرنا الأرض كرمنا زايد ملهوش حد والصندى هنا من سابع جد أسواني أنا مش أي حد أسواني أنا مش أي حد أسواني أنا مش أي حد أسوان بلاد الذهب تاريخها يعبر عنها وحاضرها مليء بالإنجازات هويتها مصرية تقاليدها عريقة طموحنا أن يظل لها مكانة عظيمة بين كل بلاد العالم وفي قلب كل زائريها فكان لزام علينا أن تكون لها هوية بصرية تظل راسخة في عقل وجدان كل من يتواجد على أرضها هدية وزارة الدفاع ووزارة الدخلية ووزارة الإسكان يخلصوا لي الموضوع لو قدرنا قبل يوم 15 سنبقى كلنا فرحاني شكرا جزيلا وتنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قامت القوات المسلحة متمثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة أسوان وطلبة الجامعة الألمانية وبعض من طلاب المدارس الزخرفية وطلبة كلية الآثار بتنفيذ هوية بصرية لمحافظة أسوان وتبدأ من مطار أسوان أول مكان يراه الزائرون يتجلى في أبهى صوره بلوحات تعكس حضارة وعراقة هذه الأرض الطيبة بلدنا جمالها سيرة على كل سان تزورها مرة ترجع عليها كمان وكمان ملكة صنرة متوجة في أي زمان ملكة صنرة متوجة في أي زمان ثم محطة قطار سكة حديد أسوان والميادين العامة والجداريات التي تزين شوارع المدينة مروراً بالسوق التجاري وبعض المعالم السياحية والمراكب النيلية والسيارات التي تحمل طابعاً يعبر عن أصالة هذه المحافظة ذات الإطلالة الساحرة وكذلك مدينة غرب سهيل ذات الطابع التاريخي الفريد إنها وبحق إطلالة ساحرة لمدينة تضرب بجذورها في عمق التاريخ وإنشاهل المولى إلى هنا رح نرسف مينا إلى هنا وإنشاهل المولى إلى هنا رح نرسف مينا إلى هنا أهلاً على الله إلى هنا وأمر لينينا إلى هنا أهلاً على الله إلى هنا وأمر لينينا إلى هنا المترجم للقناة وإن شаг الأولى هنه هينا رح نرسل نينا هنه هينا أيام عالله هنه هينا وهأمر لينينا هنه هينا أيام عالله هنه هينا وهأمر لينينا هنه هينا ويا مركبي شد الألوع يا مركبي ما فيش رضوع يا مركبي في الحقيقة يعني precisely المشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان هو كان هدية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي أسوان وعد بيها في أسبوع الصعيد اللي كان تقريبا من 3 أو 4 أسابيع فات وهنا بنتكلم على سرعة التنفيذ لأن في أقل من 4 أسابيع كان تم الانتهاء من المشروع بالكامل ووضع الهوية البصرية اللي قدمها طلبة الجامعة الألمانية في كل شبر من محافظة أسوان علشان خاطر يأكد على البصمة والسماء الرئيسية اللي بتتمتع بيها محافظة أسوان وكلنا عارفين أن محافظة أسوان يعني محافظة يمكن دايما بيميزها غير الأثار فكرة الألوان الألوان اللي بتديه النوع من أنواع البهجة وكان من المفترض أنه يتم تسليمه زي ما سمعنا فيه لتقرير يوم 15 يناير كسرعة تنفيذ علشان يكون هدية في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان العيد اللي بيتزامن مع ذكرى الانتهاء من أعمال بناء السد العالي 1971 ومية واحد وسبعين